بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله عدد ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما صل على حبيب الله هنشو السمك في البيت النهاردة بطريقة سهلة جدا وبسيطة وبدون فرن يلا بينا نشوف الفيديو أول حاجة بنجيب السمك ونخسره كويس جدا وكمان نطلع منه المرارة ولو ما بتعرفيش تطلعي مرارة السمك هسيب لك فيديو في أول تعليق مسبت بعد كده بعد ما بنجهز السمك بتاعنا بنبقى محتاجين ان احنا يكون موجود عندنا يا الشواية اللي بنشوي عليها السمك على البتجاز أو ان احنا بنستخدم صانية موجودة عندنا في البيت أنا النهاردة استخدمت الصانية دي الصانية دي اللي هي موجودة في الفرن الكهربائي استخدمتها النهاردة لشوي السمك وطبعا بعد ما غسلت السمك كويس ابتديت ان انا حط عليه كمية ردة كويسة ومناسبة من الردة اللي هي مخصصة لشوي السمك بسخن الصينية كويس جدا جدا قبل ما اضيف لها السمك وكمان بخلي النار متوسطة علشان تفادى الدخان اللي هيطلع معايا في الشقة أثناء شوي السمك فلو علينا النار هيطلع كمية دخان كبيرة فاحنا علشان نتفادى الموضوع ده بنهد النار وما نخليها كده يعني وسط ما نخليش للنار هادي قوي ولا علي قوي بحط السمك وبفضل أقلبه كل 3 دقايق لحد ما بياخد معايا اللون الجميل ده ويستوي ببدأ بقى ان انا اشيله احطه في جنب الصينية ما بطلعوش مباشرة اول ما ياخد اللون لا بحطه في الجهة التانية من الصينية بتكون برضو سخنة ولكن حرارتها بتكون اقل شوية عن المكان اللي هو مباشرة تحت شعلة البتجاز وده علشان خاطر نتأكد ان السمك بتاعنا استوي بنسيبه برضو على كل جهة 3 دقايق ونبدأ ان احنا بقى ايه نطلع السمك الموضوع ده او الحركة اللي احنا بنلقي السمك على الجهة التانية من الصينية علشان السمك يستوي معانا اكتر واكتر بعد كده بنجهز تدبيلت السمك انا النهاردة طبعا استخدمت السمك صغير وسمك وسط وتقدري كمان تستخدم السمك الكبير هيستوي معاك وهيبقى زي الفل التدبيلة هتكون عبارة عن كبيتين من المياه 3 معالق كبار من الملح والملح طبعا حسب الرغبة بنضيف قرن من الفلفل الاخضر ونضيف كذبرة فرشة لو متواجدة او كذبرة نشفة معلقة من الكمون ونضيف اللمون والتوم بتاعنا ولو حب ان انت تحطي شطة نشفة او قرن شطة حامي مفيش مشكلة بعد كده بنطلع السمك بالشكل الجميل ده بعد ما بستويه بنحطه في التدبيلة بتاعتنا ونسيبه دقتين في مصفح يصفي كمية التدبيلة الزيادة وبالفهنة وشفة دي كانت طريقة شوي السمك بدون فرن اتمنى لو الفيديو عجبكم تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب للقناة واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته